على ذكر الولاد برضو والشيء بالشيء يسكر ساعات بيبقى في اولاد عندهم مشكلة كبيرة في الثقة بالنفس فده بينتج عنه ان هما بيكونوا يعني ايه مسالمين زيادة عن رزوم ويبعدوا عن اي اي مجال في اختبار للتفصيلة دي فيه زائد ان في اولاد بيبقوا عندهم دايما احساس بسترس فضيع وقت الامتحانات ايه وصحيح بغض النظر هما مذاكرين كويس او مش مذاكرين هما ممكن يبقى الولاد مذاكر كويس جدا بس بيفانك وقت الامتحان بالعكس ان ممكن يكونوا مذاكر اقل ويجاوب افضل اه طب برضو حالها ايضا تمام بس انا عايز اقول لحضرك بس حتة الضغط الاكلات هي علاقة بالضغط النفسي اه طبعا الموز الموز بيعمل موز استيطة حالة ميزاجية حالة بساطية الموز دماغ رباني يعني ايه بقى من غير اي حاجة كده فعلا بيعمل حالة بساطية طقم موز باللبن بمجرب انتهاء الفقر في دراسات في انجلترا ان الموز بيعمل حالة بساطية على الاطفال قرنوا حالتهم قبل وبعد وعلى بعض الحيوانات ولذلك في الدولة الانجليزية للاعب يكون قطمة موز قبل منزل الملعب في السكواش والتينس انا مسكت ابطال حتى في الجيم كمان ناس كفيت بتبديك الموز بيعمل بيلاكسيشن الصرخاء وده بيعالج الضغوط لما تاكل سبع موز قبل النوم بساعتين يساعد اكتنام بيلاكس قوي لان الالياف اللي في الموز بتعمل الصرخاء الموز بيشتغل على الكوئنزين بتاعت السعادة اللي هي ضد الضغوط زي التريبتوفان والسيروتونين والدوبامين فالموز بيزمت ضغط الدم طب ايه تاني غير الموز؟ حتى من الازل كوفيت نانتين اكل الموز غير كده الفيتامين سي فيتامين سي جوافة لان الدواء غبي يعني لو انا من غير اذن دكتور خط فيتامين ووه عندي في الجسم زيادة يعمل لود على الكلا وعلى الكبد لكن ما اكل اكلة مثلا الفسفور بيتجل الدماغ واماكن تانية في الجسم لا اهنا عالي يروح في حتى تانية سبحان الله ربنا نخلي الدواء يشوف مصارات معينة ما يضرش الجسم ده المالتي فيتامين بصفة قصة ان ده فيه ناس بتسفوا كده من غير محد مالتي فيتامين بدون اذن الطبيب غلط من غير اذن الطبيب اي فيتامين غلط لكن حضرتك يا لازم اعمل تحليل الاول واشوف انا عندي نقص في ايه واخد يقولك كذا او تاخده عن طريق اكلاته عن لون جران اه بس بقى صحي ما يجرلكش حاجة فيتامين سي بيعمل ايه نتيجة الاموشن الضغوط والمذاكرة والحياة بتاعتنا الحراجة تفضلت انت ونهوان داني قلت عليها بيحصل حاجة اسمها الفريرة ديكالس اكسجين شارد اكسجين بقى بدل ما يديني طاقة ايجابية واشتغل يديني مشاكن يهاجم جهاز الفيتاليتي الحيوية تلاقي وش يعجز بدري خاصة الرياضيين تلاقي لعب كرت القدم عنده سيئة عشرين سنة تشعر ان عنده اربعين سنة سببه ايه سببه ان نتيجة الضغوط والامفعال يهاجم من الاكسجين ده بدل ما يبقى وقود وطاقة يهاجم جهاز المناعة فالانسان يوشه بيه يعجز بدري تحش ان الولد عشرين سنة عند اربعين سنة يوشه ساحب اصفر مفوش حيوية لكن مجرد جاست ان يشرب الفيتامين سي باكسد الرياضي الاكسجين يفدر وشه احمر وفيه حيوية انا كنت معرمي عشور بطل العلم بسكواش افتر لود بعد التمرين تاخدوا فيتامين سي فراش جالت مرة من امريكا مع عصير مكتوب عليه افتر اكتيفتي كنت قولوا اكتابه ايه بقى عبارة عن مجموعة فيتامين مع بعض فراش طبيعية ما فيهاش الكيميكالز مضروبة مع بعض يشربها اللاعب بعد التمرين عشان الضغوط والانفعالات فرحان زعلان هو بيلعب ما يهجمش جهاز المناعة مجرد مش للفيتامين سي يأكسد الرياضي اقشى فيتامين سي على شكل عصير ولا على شكل بيلز ولا على شكل ايه لا عصير بيبقى سهل الهضم وخاصة الكيوي يا جماعة اعلى يعني اعملوا في البيت في الخلاط بقى دا دايما الجوافة الكيوي داع في الجوافة والجوافة اكتر من اللامون وليوسفي وبرطقال نحط الكيوي على جوافة غيري 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 اه عشان الملل ممكن الولد ما يحبش الجوافة يحب الكيوي يحب اليوسفي يحب البرطقال خير لكن فيتامين سي ضد مضاد اكسدة قوي جدا للضغوط النفسية الفراولة لما حداك بتحطي مياه كده على سفينجة او رملا بخلصها ربنا خالق الفراولة تمتص او رملا بخلص الانسان طبعا دي معلومات على فكرة جدا اول مرة شمحة المكارونا يعني ما يكون عندي معسكر تدريب حتى للرياضيين وعندي ماتش مهم انا ممكن اكون الاكلة بواصل الدنيا نفسيا وممكن اكون الاكلة المكارونا بتعمل اللاكسيشن النشويات وخاصة المكارونا شوف الافلام الرومانسية تلاقي البطل بيعزن بطلا مكارونا سباكيت بقى كده عشان المكارونا فعلا بتعمل اللاكسيشن حضراتك لما تجيب الطمر التمر تع رمضان الطاري وتخسله كويس عشان الظروف اللي احنا فيها تحطه في كوباية عادية مجة عادي وتجيب الكاتل بتاع الشاي وتصب عليهم الماء اللي بتغلي وتستلى شوية وتشرب الماء بتاعته زي الشاي وانت بتشرب بيعمل ريليز للضغوط ورح نتصنع غير عديع في الحال الاهوة العربية يا دكتور كده على فكرة اللي هي المفتحة اللي بالهيل الكركم في مشروف في الخارج اسمه الجولدين درينك المشروب الزهبي عبارة عن معلقة كركم وعسل نحل وكوبات لبن ويحط عليها سنة كنفل اسود او ملح ليه لان كركم صعب الهضل لو لو واحده يعني والتقلبين كويس بيبقى ريحتها لو تفتكروا زمان الحلبة المطحونة والمغاد بتاع المهات لما بتلد ريحته جميلة وطعمه رائع جدا 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 الحلبة كان بيتسبل ريحتها بلادي اه بالضبط حقيقة لانا تشربها لا حلوة بس حلوة لا مش حلوة لا مش حلوة انت يا جيد مختلط عليك الامر الحلبة مش الحلبة الحصة الحلبة الحصة دي هي اللي بتعمل كده اه ده يبدأ لانا انا بكلم عني زمان الستات لما كانت بتضع مولود يشربوا حلبة طعمها ورحتها جميلة جدا مغادة مغادة هي دي غر الحلبة الحصة التانية لكن لما تشرب الكوركم ده اصلا مادة الكوركمين هي اللي تدخل في علاج الدبريشان اللي كتائد الله طب حلوة زي الجنزبيل بيدخل في علاج القلب الجنزبيل ده مضد للجسم ومنطهر للجسم وتقوية العضلة القلب واخد بلحظتك يخفض الكوليسترول وضغط الدم فاذا في اكلات بتعمل ريليز للجسم